السلام عليكم. حاكم الله ومجيدي في مقطع ثاني. نفسي نسيا معاكم وارجع لكم في ثرون آن دي بريتي. آآ في مقطع اليوم راح نتكلم عن القوائم. واحدة من الاشياء اللي شفتها في التعليقات آآ كثير من الناس تبقى شرح للقوائم وإيش هذا وإيش هذا. فإن شاء الله اني راح اعمل شرح كامل لكل القوائم وبيذن لاني ما انسى اي حاجة. لكن قبل ما نبدأ آآ اذا انت حاب تلعب مع كميونيتي للعبة ثرون ليبريتي سواء جديد او قديم. حنا حاليا موجودين في سيفر كازار وفي آآ قيلد بربارين. عشان تدخل القيلد كل ما عليك انه ايش تدخل معانا في الدسكورد. رابط الدسكورد موجود في الوصف حق الفيديوهات ثرون ليبريتي. فحياك الله معنا. بس ادخل السيفر واختب اسمك في الدسكورد انه انت آآ معنا في كازار وتبدخل القيلد. طيب آآ راح نبدأ في القوائم الاساسية. ولازم تعرف انه في نسختين للعبة. النسخة الاولى هي نسخة البي سي او ستيم آآ النسخة الثانية هي نسخة الكونسول وموجودة على البلاي ستيشن والاكس بوكس. ايش الفرقات بينهم طبعا هي نفس اللعبة لكن اللي اختلف هو ايش? ان البي سي آآ كيبورد وماوس والكونسول فقط كنترولر. ما يدعم الكيبورد والماوس. فما تدري تلعب اللعبة اذا انت اكس بوكس او بلاي ستيشن بماوس وكيبورد. طبعا اليو اي يختلف اللي هو مكان الاسكلات وازرار الاسكلات وهذا الاشياء من الكونسول والبي سي. فخلاص هذه تكون واضحة. فاعرف انه ايش? بالنسبة لحاليا اللي يلعب فيها هي نسخة الكونسول على الاكس بوكس. الفرق بينه وبين البلاي ستيشن وقط في الازرار. اللي هو مثلث دايرة واكس. وهنا في اي بي اكس. هذا الفقط. لكن كل حاجة هي نفسها. راح نبدأ اول شي بالقائمة اللي فوق اللي هي كاركتر انفو. الكاركتر انفو عبارة عن شخصي معلومة شخصيات. كتقدر هنا تشوف سلاحك. تقدر تشوف الاستاد تبعك. تقدر تشوف اه ارمور حقك. تقدر هنا تخفي الهلمت او تظهرها. هذا الشيء يراجع لك. حتى ايش? حتى الاشياء اللي زيكاية الخفي. لكن ايش? زي ما اللي يهمك ان هذي محل القوذة. اه والثاني شي يهمك اللي هو الست. لما تضغط او او عندك ثلاثة ستات. الست رقم واحد. ضبط مثلا ست خاص في الدناجن. خلاص. الست هذا يكون الدرعة في هذا وهذا وهذا. وضبط كل اخرات. انا بغير ست ثاني اضغط او او هنا ست ثاني بالكامل. الست اللي تسويه هنا ما يفرق معاك اذا غيرت الى ون. فاهم الفكرة كيف? كل حاجة تتغير تماما. اهم شي انه الاغراض معك في الانفنتوري. يعني لو احط السلاح هذا في رقم اثلين. تمام? لو ارجع رقم واحد. شوف غير السلاح الاول اللي احطه في رقم واحد. فاتمنى هذه النقطة واضحة ان تقدر تسوي ستات مختلفة. في ايش في اه بلدك المعين. تبغى بلد للفارمينج. بلد للبي في بي. و بلد ايش? بلد اه للسولو. بضغطة زر فقط. كل ما عليك ايش انه تخلق اغراض الانفنتوري. او مطلطة الرقم الست. راح ايش? راح تكون كل حاجة جاهزة. هذا بالنسبة للدروع والملابس والاسلحة وغيره. نجري الاسكلات وفيها نفس الكلام. طبعا الاسكلات كثيرة. اول سكل عندك اللي هو الديفنسف سكل. تختار واحد ديفنسف من السلحين اللي معك. فالسلاح الاول هنا والسلاح الثاني هنا. هذا واحد. آآ الاسكلات الاساسية والاسكلات الباسف موجودة هنا. طبعا نضبطه كل حاجة. ونفس الكلام هنا في ستات مختلفة. فانا مثلا حاط ستة الاول للدناجن. اضغط ارتي حاط ست مثلا لالبي في بي. اضغط ارتي مرة ثانية حاط ست جاهز. لآآ مثلا الفارمينج. اللي هو لما بروح افرم لحالي خلص ست جاهز. فنفس الكلام عندك هنا تجد تغير الستات بضغطة زر اللي هي هذه واحد اثنين ثلاثة. هنا عندنا الماستري. الماستري طبعا تلفل كل ما تستخدم السلاح. ويلفل ايضا بآيتيمات زي الدمعة. الاسف ما هي عندي في الاستعراضة. لكن شكلها واضح جدا وهي زي الدمعة. على فكرة لازم تستخدم الدمعة هذي اول ما تجيك. لان لها بس اربع وعشرين ساعة وراح تختفي. فلازم تكون حاضر. فيب بالنسبة للماستري. يفضل انك تمشي على شجرة. وكل شجرة تختلف. فمثلا اللي بالنسبة للغريس سورد. الشجرة اللي فوق دفاعي. الشجرة اللي في النص استنات. والشجرة اللي تحت هجومي. فتقريبا نفس الكلام تقريبا هنا للغريس سورد. آآ هذا دفاعي. هذا نوع ما استنات ومانا وسكيلز. واللي تحت هجومي بشكل بحث يعني. فشجرة على حسب بلدك. هذا شيء انت راجي لك. وما اجدر اشرح. ايش هنا بالضبط. لكن كل اللي تعرف ويش. انه تجي هنا تصرف النقاط. وهذا اللي هنا يسوي لك ريست. لالاشياء اللي تبغيها. وطبعا يندمج معاه ايش. التغيير الستات. كل ست. لو مهاراتو. ولو ستك حقه. مو لازم انه ايش. انت تغيرها كل شوية. هذا بالنسبة لسكيلز. نلجي على حاجة اسمه الكودكس. الكودكس. عبارة عن المهام الرئيسية. والمهام الجانبية. واقع الحاجة الكولكشن اللي هي التجميعات اللي هي الكتب اللي تحصلها انت مجي في الماب. تيجي هنا. يعني هذي قصة وما قصة اسحبوا عليها. لكن اللي يهمك ايش. هنا المهام الرئيسية. وهنا المهام آآ الجانبية. اعتذر الجوال علي. طيب. آآ هنشرح الآن اللي بعده. هذا خلصنا الكودكس. راح ندخل على البتل بس. آآ في البتل بس. دايما تعال هنا واسوي كليم. اذا عندك هدايا راح تكون تحت. انا صراحة قد خلصتها كلها فانتهت. اذا انتهى عندك السيزون بس. في حاجة اسمها ستار كريستل. الستار كريستل هذي تستفيد منها في القائمة هذي. نبتع السوق. شوف كم عندك هنا فوق. انا عندي خمسمية. خلاص. بالخمسمية هذي اقدر او شوف ايش اقدر اشتري. آآ للامانة. آآ افضل شيء نتشتري للحجرين هذي. جدا مهم. آآ عندك الكتاب هذا انه يرفع لفلك بسرعة. حق السلاح جدا مهم. اذا ان تطبخ الملح جدا كويس. آآ هذا يحول لك الاسكلات. هذا يعطيك لوسينت بس للامانة ما يستهل. وهذا ايش? هذا سكنات للاسلحة اللي تستخدمها. هذا بالنسبة اليش للبتل باس. نيجي الان على الشوب. الشوب جدا واضح. هذا حق اللوسينت. تشتري لوسينت. او تبيع من السوق تستفيد. ومن هنا الاشياء اللي هي السيزون باس واسكنات والحيوانات الصغيرة. آآ هذي اللي هنا هي ايش انك تنقل من سيفر لسيفر. هذي تغير شكلك. وهذي تغير اسمك. هذي الثلاثة الاشياء اللي ممكن آآ تحتاجها. باقي الاشياء بكاجات وامور فاضية. طيب آآ انفنتوري جدا معروف. آآ الاشياء اللي تهمك في الانفنتوري هو في الشريط اللي تحت. لو تضغط على القيرة الايمن راح ينزق تحت. لوتوغراف. تحول لك الاشياء لوتوغراف. فمثلا انا با احول هذا. اختار هذا. يقول لي جيب لي الكتاب ده وانا احول لك لوغراف. آآ فيب هذا بالنسبة للكتيب. ثاني حاجة تريت اكسراكشن. هذا يستخرج التريت في اي سلاح تبغاه. اجي هنا. يقول لك اعطني آآ الفلوس وحجاله وانا استخدر لك التريت هذا عشان تروح تبيعه في السوق مثلا. او تستخدمه في سلاح ثاني. آآ بعدين عندنا حاجة اسمها ديزولف. هي ايش? التحليل. انك تحلل المادة. مثلا السروال هذا ما احتاجه. اجي ضغط على ديزولف اختار السروال. يقول لك السروال هذا راح يروح. راح يتحول الى آآ موارد في يلا نحوله. آآ بعدين عندي الزبالة. دستروي. تكسر. آآ ما نصق تكسر. آآ وعندي هنا حاجة اسمها اكسبات انفنتوري. هذا راح يوسع الشنطة بس راح تدفع فلوس. وبعدين راح تدفع آآ لوسنت. هذا بالنسبة للانفنتوري. اللي ثقراف بوك آآ عبارة عن آآ مكان تقدر تبيع او تقدر تحط في آآ الاشياء اللي انت استخشفتها اول مرة. آآ صراحة انا ما ابو حطها شيء. بس مثالا. آآ هذا قد حطيته. لو اجي هنا ابو حطه للسيف هذا. خلاص انتهى. راح من عندي انفنتوري. لكن ايش? اعطاني جائزة. وهذا الشيء تدفع تستخدمه مرة واحدة لكل سلاح ولكل درع. طيب عندي هنا قائمة الكرافت. تقدر تشيك على هالالاشياء. بس تشيك طبعا. ما توقع انك تكرفت لازم تروح عند ام بي سي. لكن هنا يعلمك على كل حاجة تقدر تكرفتها ومن فين تكرفتها بالضوط. فيقول لي انت تقدر تكرفت هذا فروح كرفتها عند آآ عند الام بي سي آآ الفلاني زي كذا. آآ الاكشن هاوس عبارة عن السوق اللي في آآ اللعبة. اتوقع ما يحتاج شرح. آآ هنا تقدر تبحث سوان تبقى سلاح آرمور اكسسوري او ايش اشياء ثانية زي الاكل والاشياء غيرها. آآ السيل هنا تقدر تبيع. والسيل هنا يظهر لك اشهر اشياء اللي بعتها. هذا بالنسبة للآكشن هاوس. طيب آآ نيجي الان. على آآ وهو مكان التطوير. عندي هنا حق الليفل اوب. اطور. اختر اي سلاح واطوره. آآ هنا الترانسفير. انك مثلا عندك سلاح مطور. وتقل قوته في سلاح ثاني اه حصلته. يعني غالبا لما تطور سلاحة كالازرق من تسعة. خلاص حصلت سلاحة بنفسجي. خلاص انا استخدمها بنفسجي. واسوي ترانسفير على السلاحة بنفسجي. انا ما عندي حاليا شي او اطور فما ما يظهر لشي. الترات هنا. انك ايش تفتح تريت او تقفل تريت. طبعا في خيارات انه كنفورت هنا. آآ اقدر ايش افتح تريت جديد. ولو اضغط مثلث راح احول التريت. فامربع او اكس يفتح لك تريت. واي او مثلث يحول لك تريت. فهذا الفرق بينهم. طيب. آآ راح نيجي الكوكينج. آآ هو الطبخ. شوف ايش الاشياء. تقريبا ما له داعي. القاردين. القاردين هنا يا شباب. هذا جدا مهم. هذا عبارة عن الصوبر تبعك. تقدر تتحول لمدة. لمدة معينة توقع دقيقة حتى ممكن اقل. آآ فيب لو تضغط مثلث على اي واحد او واي يعلمك هذا من فين تفتحهم. فشوفه اللي يناسبك. وتقدر تفتح الشخصية هذه. علشان ايش? علشان تتحول. آآ جدا مهم اللي هما الدمه اللي معك. وطبعا الشي حلو لما تضغط على التي او في اشياء هنا تقدر تسويها. ومنها لو تروح للقايمة الثانية تفضل القير اللي اللي صار. تروح آآ آآ بهذا الطريقة. عبارة عن ايش? انه آآ بيت الدمه تروح هناك وترسله مثلا في آآ مغامر عشان يجيبه لك موارد. فآآ جدا جدا مهم انا سويه كل ساعة صراحة وصبق وشرحت له فيديو. واتمنى انه فادكم يعني. طيب المورف هنا اللي هو القائمة اللي الحيوانات تتحول منها. آآ الميرور آآ هذا عبارة عن مكانة اسكنات تقدر تعدل فيه اسكناتك. الماب جدا معروف هذا الماب حقك. آآ الليفلينج لوغ هذا خصوصا في بداية مشوارك في اللعبة. كل ما تلفل وتسوي اشياء تجي هنا وتاخذ ريوورد. انا صراحة تقريبا مسوي كل حاجة. فمعد في اي ريوورد بالنسبة لها. السيكرت دنجين جدا مهم للناس الجدود اول ما توصل خمسين حاول تخلص السيكرت دنجين هذي عبارة عن دنجينات طوابق الدور الاول والثاني والثالث الين ما توصل الدور العشرين. وكل دور آآ له بوس معين. وايش راح يعطيك آآ لوت معين. فآآ لازم تجرب حظك فيه. طيب الكوب دنجين عبارة عن ايش? عبارة عن آآ مكان الدناجين الليفلات القليلة. وتجي هنا تفرزها يعطيك آآ ليفل خمسين. البارتي ماتش ميكينج راح يدخلك على بارتي تحدد رولك وتحدد. لكن يفضل انك تسوي بارتي بورد. آآ هذا البارتي بورد. اتمنى انه ما يطردني من السفر. عادة ان يطردني. هذا البارتي بورد عبارة عن ايش آآ اللوحة. فيها اسماء الدناجين. تختار انت الدنجين اللي تبغاه. وتشوف ايش المطلوب. ايش اللي يبغون بالضبط. وتروح معاهم. تشوف في آآ كومبات باور اللي هو القير باور. واسمه الدنجين. والعدد اللي فيه. وايش يحتاجون. فآآ ان شاء الله انه واضح. طيب المايل ستون عبارة عن آآ البروغرس حق اللعبة بالضبط. سيفرك وين واصل. آآ طبعا هذا عادة ما يكون مثلا في قيلد. او لحالك. وتشيك هنا تشوف ايش المطلوب. وتحاول تسويه وتاخذ الهدية. طبعا هذا موحد للسفر اللي انت لعب فيه. فما تقدر تغيره ولا تقدر تقبل ولا شيء هذا من عندهم من اللعبة. طيب آآ اللي بعد عندنا مانيش كونتنكت آآ عبارة عن تشوفها الكوستات اللي عندك. وايش الكوستات الجانبية والاساسية. آآ هنا هذا حق التاكس ما علنا منه. اليفنت كالندر هذا يعلمك آآ على اليفنتات وايش جاي وايش مو جاي. آآ هنا حق الارينا. عندك ثلاثة خيارات. انك تدخل سولو. ويدخلك مع ثلاثة عشوائيين. هذه الثلاثة. هنا تيم. انت ثلاثة جاهزين تدخلون مع تيم ثلاثة جاهز. فرندلي ماتش عبارة عن آآ زي ما تقول كاستوم ماتش بينك وبين اخوياك وما يحسب لك اي شي مجرد متعة بس. آآ وصلني يرويك لميشن وجدا مهم. هذا لازم تشيك عليه كل اربعة. طبعا كل اربعة راح يتجدد. وراح يطلب منك اشياء معينة. غالبا نفس الاشياء بالضبط. عندنا قسم البي في بي. قسم القيلد. قسم الكواب دنجن. وقسم الورد. البفي بي. يقول لك ايش? فوز في في ماتش. خش ارينا وفوز في اول مبارا. راح يجي لك صح هنا. يقول لك فوز في مبارتين راح يجيك صح هنا. يقول لك فوز في ثلاث مباريات راح يجيك صح هنا. فعندك اسبوع كامل عشان تفوز في ثلاث مباريات جدا سهل. اذا انت في قيلد يقول لك كم من الاشياء هذه. يقول لك تزيد القيلد رباتيشن الفين و خمسمية. هذي كيف تزيدها? هذي تسوي مهام للقيلد. اذا انت في قيلد سوى مهام للقيلد. وصبق وشرحت على القيلد تقدر تشوف مقطع كامل. اه قيلد كونتراكت كمبليت. اه سوى كونتراكت للقيلد. وهنا تبرع للقيلد. فا اجين سبق وشرحت على الموضوع ذا. شيك على مقطع القيلد وان شاء الله انه يفيدك. كواب دنجن يقول لك ألعب دناجن. اصرف الف خمسمية عملة من الدناجن. هنا اصرف ثلاث الاف. هنا اصرف اربع الاف خمسمية. باختصار ألعب دناجن الين ما تكتمل هذه. اه هنا اوكي. هنا ممكن شوية يعقد. اول حاجة يقول لك اوبن ميستيك بورتل. الميستيك بورتل لازم يكون معك مفتاح. تمام? المفتاح تقدر تشتريه من عند ال ام بي سي. اه اي ام بي سي بيع. راح يعطيك اه مفتاح اه وينه? راح يطلع لي في المهبة تبقع. يب اطلعي في المفتاح اي في المهة فوق. شوف انا عندي خمسة وثلاثين. تمام? اه وانت تمشى في العالم بتشوف دوائر حمرة غريبة اذا معك المفتاح طبعا. افتحها وهنا ايش راح يحسب لك في الويكلي مشن. فتحتاج تفتح خمسة وعشرين بورتل خلال الاسبوع. ثاني حاجة يقول لك ألعب خمسين كونتراكت. الكنتراكت عبارة عن الكنتراكت اللي يجيك بشكل يومي. يجيك عشرة كونتراكت. وصبق وشرحته في المقطع. تقدر تشيك عليه وتستفيد من المناطق تسوي فيها كونتراكت. اخر حاجة يقول لك العب خمسة ايفنتات. الافنتات لو تعلق على ال او 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 ام ثلث او واي. راح يفتح لك القائمة هذي. اختار اللي علامة زي الحوت. هنا تشوف الافنتات متى تيجي. هذي كلها الخضرة هذي ايفنتات. يقول لك في ايفنت راح يجي الساعة عشرة. خلاص انا سوي على مثلا اختار ايفنت الجمل. خلاص سوي على يس. راح يوديني الينا الافنت. وانتظر في الاهناك. الى الى الساعة المطلوبة. يبدأ الافنت خلاص. رح سوى الافنت حقك. ولما تخلص راح ايش? راح تحسب لك مشاركة في اه الويكلي. طيب ايش فايدة هذا بالضبط? شباب هذا جدا مهم. على كل مهمة سويتها. علامة الاستفام هذي في نهاية الاسبوع راح تتحول الى درع بنفسجي. فعليا انت وحظك. راح يطح لك شيء كويس. وراح يطح لك شيء مو كويس. في الاخير انت مستفيد قطع بنفسجية من هنا. وعنده خيارين يا اما انك تختار وحدة منهم طبعا ما تختارهم كلهم لا تكون طمع. او تختار حجر اللي هو التريت ان لوك راح يطلع لك هنا. هو يخيرك يقول لك هل تبغى سلاح او درع من هذولي ولا اعطيك الحجارة. شيء يراجع لك. تمام? اوكي شرحنا. هنا قيلت. اه سبق وشرعته في مقطع كامل تقدر تشيك عليه. اه هنا بارتي بورد اللي هو البارتي حق الدناجن تقدر تشوف ومين فاتح بارتي ومين من فاتح بارتي. اه بارتي ماتش ميكين. اه هو حق الدناجن سبق وشرحناه. اه اللي هو الصداقة ومعلق ومقلتش كل مرة للأسف. الرانكينج اللي هو عبارة عن ايش. اه تشوف في مين الاول مين الثاني. القيلد الاول مين واشياء اللي زي كده. اه طيب الكيل ركورد اللي هو اس جلة كم قاتل وكم سوي اسست. اه الميل اللي هو الرسائل ما نحتاج نشوفو. اخر حاجة عندنا السيتنج هنا. السيتنج كثيرة. والامان يحتاج لها مقطع خاص فيها. لاني احس اني طولت لكم وانا اشرح في المقطع هذا. اه هنا هايد يو اه يو اي رح يخفي لك القوائم. اه هنا الكاميرا. الكاميرا سيتنج راح ايش تقرأ تبعد وتزوم اه شي راجع لك بكيفك. اه وين وصلنا اسكيب هذا راح ايش راح اه يسوي لك تليبورت. تمام? اذا انت معلق يعني محلو محبوس او شي سوي اسكيب. اه اه سيلكت كالكتر راح ايش تخليك تختارش اخصية ثانية. واخر حاجة عندنا اكزت جيم راح ايش راح يطلعك. هذي بالنسبة للسيتنج او القوائم هذي. بالنسبة للسيتنج بالضبط ان شاء الله راح يكون لها مقطع مخصص لانه اشياء كثيرة وفي اشياء ضرورية اشياء ما فيها. على عموم. اتمنى انه وضحت بعض النقاط. اذا فيه نقطة مواضحة مثلا ارجع المقطع وشيك. اذا فيه شي انا ما شرحته او نسيته يا تكتبله في التعليقات. ورح اجاوب عليكم في اسرع وقت ممكن. على عموم. هذا كان كل حاجة اليوم. اتمنىكم استفدتوا. كما اكمل افسي انسا. وشوفكم على خير المقاطع الجاية. السلام عليكم.